اشتركوا في القناة تلك كان لابد لهم من مشاورات مع حاكم البحرين وتوابعها أبدى صاحب العظمة حاكم البحرين وتوابعها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة استعداداته لتقديم التسهيلات اللازمة لفتح ميناء لشركة النفط في الزبارة لقد سمعنا خبرا هو أن شركة امتيازات النفط لديها فكرة عن فتح بندر فإذا أن الشركة تتود أن تفتح البحث معنا في خصوص فتح بندر في ميناءنا البحري بالزبارة فإننا نكون مسرورين لنمنح جميع التسهيلات والموافقات عندما علم أصحاب المصالح السياسية في الدوحة أن البريطانيين يتفاوضون مع حاكم البحرين وتوابعها بشأن نفط الزبارة عزموا على فرض الأمر الواقع وسخروا لذلك مجموعة من المرتزقة ومدوهم بالسلاح وهددوا قبائل الزبارة الموالية للدولة البحرينية وحاولوا حصارها والضغط عليها وطلبوا من السكان دفع الضرائب وهو ما لم يحدث أبدا رعايا البحرين في الزبارة رفضوا كل أشكال الضغط ومحاولات الاحتلال وكتبوا للسلطات البريطانية يؤكدون ولاءهم ومبايعتهم لحاكم البحرين وتوابعها إننا ومن تبعنا سابقة تبعا للشيخ علي بن خليفة ثم إلى الشيخ عيسى بن علي ثم إلى جلالة الشيخ حمد بن الشيخ عيسى آل خليفة راشد بن محمد الجبر النعيمي ليس هذا فحسب بل رفع خمسمائة وستة وثلاثون فردا من سكان الزبارة وهم يمثلون حوالي نصف السكان في ذلك الوقت رسالة إلى المعتمد البريطاني في الخليج يؤكدون فيها ولاءهم لآل خليفة نعم نحن موقعون أدنى الساكنون في داخل حدود الزبارة من أكثر من مائة سنة بأننا تابعون لحكام البحرين آل خليفة ولم نكن قط تحت سلطة أي حاكم آخر أما حدود الزبارة فهي من رأسها شيرج واربيجة وملمة ونعمان وحلوان وليشة ومسيشة والثقب إلى رأس الحدية والفريحات إلى الزبارة والأحدود المذكورة هي ملك حكام البحرين آل خليفة من الزمان القديم إلى اليوم وكان من عوائد حكام البحرين منذ تأسيس الدولة في عهد المؤسس الشيخ محمد بن خليفة الكبير المحافظة على رعاياهم في الزبارة وعلى مساكنهم وقلاعهم وإجراء الترميمات اللازمة لها في مختلف العهود وقد أرسل حاكم البحرين وتوابعها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بالفعل عمالاً لمباشرة الترميمات في قلعة الزبارة وفي أثناء ذلك زادت الاعتداءات على رعايا الدولة الخليفية في شبه جزيرة قطر وعلى أهلها ولم تتوقف وبدأت أعمال النهب والسرقة ومداهمة بيوت رعاية الدولة وحرق أحيائهم لإرهابهم مع تهور المعتدين من أصحاب المصالح السياسية والمرتزقة وصمت من قبل أصحاب المصالح النفطية تمت الدعوة للمفاوضات وتم إعاقة أي تدخل من قبل صاحب العظمة لدعم رعاياه في الزبارة من قبل المرتبطين بمصالح هذه الشركات لم يكن صاحب العظمة حاكم البحرين وتوابعها ليضع رعاياه في مواجهة ذلك التهور ويعرضهم للقتل والتشريد فأمام كل هذه التطورات وموازنة للأمور وحفاظا على أرواح رعايا البحرين في الزبارة قبل صاحب العظمة الدخول في المفاوضات بشرط تأمين رعاياه ضد أي اعتداء كأولوية قصوى إننا نلتمس التأمين على رعايان الساكنين ضمن حدودنا في الزبارة إننا نعتبر مسألة التأمين على رعايانه كمسألة لها الأهمية القصوى ترجمة نانسي قنقر